انطلقت فعليات المصابقة العالمية للقرآن الكريم في النسخة الثلاثين بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة من مصر والعالم العربي والإسلامي من جهته وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في افتتاح هذه المصابقة وجه الشكر للسيد الرئيس على رعايته للمصابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت الدورة الثلاثون من المصابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تأتي في إطار دور بصر ريادي في خدمة القرآن الكريم المصابقة التي تحمل اسم القارئ الشيخ محمود علي البنة تقام فعلياتها للمرة الأولى في المركز الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد منارة لخدمة الإسلام وعلومه وذلك بمشاركة أكثر من مائة متصابق يمثلون 65 دولة بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا وأكرم مصرنا الحبيبة بالقرآن وبتلاوة القرآن وأن يقام على أرضها هذا العرس القرآني السنوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظاه الله ورعاه الذي دائما يكرم أهل القرآن ويزيد من عطائه وهداياه ومكافأته لحفظة القرآن الكريم ولأول مرة نجد أن هذه المسابقة قد أخذت دعما غير مسبوك من المكافآت القرآنية التي تصل فيها الجائزة الأولى إلى مليون جنيه وهذا أمر لم يكن موجود في كل المسابقات السابقة المقصد من إقامة هذه المسابقات هو أن يشع نور القرآن من مصر على أرجاء الدنيا كلها أولا المسابقة هذه مسابقة إلكترونية لا دخل للمحكمين فيها من ناحية إعداد الأسئلة إنما الأسئلة تكون معدة مسبقا ويختار المتسابق رقما الكمبيوتر ينزل الأسئلة مباشرة فهي من ناحية الشفافية في اختيار الأسئلة فيها شفافية واضحة والجميع يعرف ذلك من المتسابقين وغيرهم ثم المتسابق عندما يبدأ بقراءة القرآن الكريم نحن نسمع هذه التلاوات ثم يكون عندنا أي خلل نخصم عليه درجات إذا لم يكن هناك أي خلل يأخذ علامة كاملة المشاركون من مختلف دول العالم وجهوا الشكر لمصر على جهودها في حفظ كتاب الله وتقديم كافة أشكال الدعم لحفظ القرآن الكريم بداية من توفير المقارئ القرآنية ومركز التلاوة ومكاتب التحفيظ وغيرها ما شاء الله المسابقة جميلة جدا وأنا أشكر وزارة الأوقاف وأشكر الشعب المصري العظيم على حفاوة الاستقبال اللي وجدناها من أول وصولنا إلى مطار القاهرة والحمد لله التجهيزات جميلة جدا والحضور من دول مختلفة ورأينا زملاء ومشاركين من دول متنوعة يزاهم الله خيرا مسابقة ما شاء الله لجنة من جهة التنظيم ومن جهة التفحيص ومن جهة المراقبة الجميلة ما شاء الله وكان استقبال رائعي يليقوا بيهج القرآن والله ما شاء الله يعني وجدنا استقبال طيب وجهود طيبة وتنظيم جيد واعتناء وترحيب الحمد لله يعني جزاهم الله خير ويعني نسأل الله أن يزيدكم من فضله في خدمة القرآن وإن شاء الله يعني نشارك في مسابقات قادمة وتقديرنا من وزارة الأوقاف لحفظة كتاب الله تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين جنيه وخمسين ألف بزيادة قدرها ثلاثمائة في المئة عن العام الماضي وتعنى المسابقة بحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة كما أنها تأتي تفعيلا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم محمد الخطيب التلفزيون المصري